هذا وقد تحولت مراسم تشييجا ذهمين نشطاء البيئة الأربعة والذين قضوا أمس أثناء محاولتهم إطفاء حرائق دلعت في غابات في منطقة مروان التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران إلى احتجاجات مناهضة ضد النظام الإيراني ووفقا لمقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل فقد حمل المتظاهرون السلطات الإيرانية مسؤولية اندلاع الحرائق ومقتل الناشطين الأربعة بانفجار قذيفة لمدفع تابع للحرس الثوري وإصابة أربعة آخرين منهم بجروح كان النشطاء الأربعة قضوا في نيران حرائق غابات مروان لدى محاولتهم لإطفائها بحسب ما تقول السلطات لكن ناشطين أكرادا يقولون أنهم كتلوا بانفجار قذيفة لمدفع كانت قد أطلقتها قوات الحرس الثوري ضد عناصر من الأحزاب الكردية المعارضة في تلك المنطقة